بشكل عام أعتقد أن التحديات التي تواجهها المرأة في مجال الهندسة المعمارية له جانبين جانب متعلق بالمجتمع العربي ونظرته إلى المرأة العاملة بشكل عام وجانب آخر متعلق في المهنة ومتطلباتها اشتغلنا على بروجيكت بجبل النظيف مع 30 طالب بعمر 12-14 سنة في جبل النظيف كان المشروع جزء من مشروع أكبر لإطلاق صوت الطفل واهتمينا إحنا باستخدام التصميم كأدالة تعبير عن نفسهم لتحسين بيئتهم المبنية والتغيير فيها اشتغلنا مع مدرستين بنات ومدرسة شباب وإذا من نحكي عن الاختلاف بقدرتهم عن التصميم الاختلاف اللي لاحظنا بين البنات والشباب هو المساحة اللي بيعبروا فيها عن نفسهم أو المساحة اللي بيحسوا إنها هي معطاء لهم في التعبير عن نفسهم في التصميم فمثلاً بارت من السشنز كان ايربان ديزاين فردنا ورقك عقدة طاولة لإلهم ومننا نغير تصميم جبل النظيف مننا نغير تصميم البيئة تبعتنا الشباب بلشوا بمشاريع تنموية من تحسين الشوارع تحسين مدخل المدرسة تحسين بدهم يعملوا باركس يلعبوا فيها مواقف للسيارات البنات كانوا يشتغلوا في مساحة محدودة بحديقتهم ببيتهم بغرفتهم المكان اللي كانوا البنات يعبروا فيه عن نفسهم ويخربشوا كان كتير محدود ويكون طرف الورقة والشباب كانوا يخربشوا بكل الورقة اللي محطوطة على الطاولة ويشتغلوا مع بعض كفريق كرة قدم متعودين يلعبوا في الحارة فبعرفوا البيوت بعرفوا الشوارع البنت لا نطاق لعبها والمكان المساحة اللي هي بتلعب فيها هي ما حول بيتها ومع بقية الضغوط الاجتماعية اللي بتتعرض إلها البند في مجتمعنا والمسؤوليات اللي عليها من بيتها فكان الفوكس تبعهم منهم صغار هو في مساحة ما حول عائلتها والبيئة اللي هي فيها مش متوسعة أكتر للشارع وللمدينة ولخدمة المجتمع كافة والشباب كانوا يحسوا أنه هم بالمستقبل هم اللي رح يغيروا هم اللي رح يحسنوا فهذا الإشي كان مزروع فيهم من البداية البنات بتعاملوا مع التصميم بطريقة كتير مختلفة البنات بتلاقيهم عندهم خجل أكتر عندهم خوف من أنهم يعبروا عن نفسهم أنهم يكونوا صريحين وأنه يحطوا التصميم اللي فعلاً يعبر عن نفسهم بيحاولوا كتير أنهم يرضوا الأستاذ أنهم يرضوا الكلية يعملوا المتوقع منهم بينما الشباب في كتير منهم عندهم قدرة على التحدي أكبر حتى مرات لما يكون الشغل مش بالمستوى المطلوب لكنهم ما عندهم خجل منه بينما البنات ممكن يكون الشغل أعلى من المطلوب بس لسه خجولة من شغلها بس إجمالاً شخصية التلميذ اللي فايت بالهندسة المعمارية بيكون فيه يعني تندنسي أنه يكون شوي عنده إيجو يا لطيف وبينما السيدة لا بتبقى عندها ثقة بنفسها بس أركز يعني إجراءها على الأرض أكتر التحديات الأكبر عم تيجي من مجالات اجتماعية أكتر مما هي مجالات عملية مش عم بقلل من مجالات العملية قدية ممكن تأثر على قدية المرأة بتقدر تتقدم بالعمل بس المجتمع والضغط المجتمع كتير بأثر على أي درجة بتقدر المرأة تتقدم في شغلها ومرات كتير بيصير في حكي أنه بدك تختاري أنت ببدايتك العملية رح تكمل حياة عملية بحثة ولا بدك تتفضي للبيت وللولاد وللأسف يعني حتى بلاحظها بشباب اللي بجيري والجيل الأكبر مني في فئة مش بطالة منهم ما بتطلعوا لهذه الأمور كأنه جزء من شخصية المرأة أنها تشتغل ويكون لها وضح حال خاص فيها هي أما حاجة تكميلية إذا من ناحية مادية ضروري أنها تشتغل أو أنها حاجة مش أساسية مجرد ما يصير عندها ولاد ما في داعي أنه تكمل مسيرتها المهنية ودائما في نوع من استثنام المجتمع أنه بما أنك مرأة خلص أنتي ما رح تقدري لحد معين بتقدر توصل لحد معين أكتر من هيك ما بتقدري فلازم تستسلمي ومرات بصير في إحباط من أولها أنه استسلمي من أولها لأنه هيك مصيرك المرأة عندها واجبات اجتماعية أكتر منتظر منها أنه تقوم بزيارات المريض وتقوم بالتعازي واجبات وإلى آخره اللي بيطلب منها وقته ومجهود أكتر من الرجل ولكن ما في شك أنه عندنا في لبنان صار فيه تفاهم أكتر أنه المرأة اليوم مرأة عاملة واليوم وقته صار ديء ومحدود وصار فيه يعني صاروا الناس بتقبل وبتفهم أكتر أنه إذا المرأة ما قدرت تقوم بكل هالواجبات والدتي إلها دور كان كتير كتير كبير كانت تآمن أن هي تقدر تاخد عني جزء من هذا العباء وعلاقتي المميزة معها طبعا ساعد بنفس الطريقة والدته لزوجي كان إلها دور كتير كبير أنها تاخد عني جزء من هذه الأعباء فأحنا بالعالم العربي عندنا هذه الميزة في علينا طبعا ضغوطات أنك أنت بدك تترك هال عشان تخلق علاقات قوية بينك وبين المجتمع بديه عليك عباء بس الميزات كتير أكبر من الضغوطات يعني إذا الإنسان بس بقدر يكون منفتح إلها ويتفاعل معها فبشوز لما ما بكون علينا ضغط كتير إحنا كنساء بصير عندك حرية أكتر أنه أنت تعمل اللي بدك إياه وتعرف شو بدك وبشوز هذا الشي اللي خلاني أكون فيه نوع من الحرية بأنه أنا أعمل الشي اللي بحبه مش الشي اللي مطلوب مني مشروع قاعة المدينة هو من أكبر مشاريع اللي اشتغلتها أمانة عمان أنا واجهت المجتمع الأماني وانزلت فلازم أثبت نفسي وما أضعف خاصة أماء أودام كتير من العوائق اللي ممكن تتعرض لها أو صوروا لي أني رح أتعرض لها داخل الموقع حقيقة يعني بعديية كتير مهندسات تنزلوا للموقع وكان هذه خطوة كتير إنجابية ومفيدة كنت أنا من الكوردينيتر المنسق لهذا مشروع من خلال الأمانة لما انتهى المشروع كنت كتير عندي رغبة شديدة في أني أنزل على الموقع وأشرف عليه في أرض الموقع وكانت هاي التجربة يعني جديدة لأنه ما في مهندس معماري بينزل مهندس الموقع المهندس المعماري عادتاً بشرف وبروح هذا بني أنزل أداهم في الموقع بنت مهندسة بنت يعني برضو هاي نقطة كتير يعني لازالت غريبة فكان فيه تحدي كبير الحقيقة إنه ساندني وقتها الإدارة العليا مثلا بالأمين عمان ووكيل الأمانة وحكوا كلمة جوهرية قالوا إحنا نعين مهندسين ما نعين مهندسة أو مهندس التحديات اللي حكت كلها طلعت مش تحديات واقعية بالعكس التعامل مع المجتمع في الميدان وفي الموقع بتعامل سلسة المهندسة ما فيه أي مشكالية ما فيه عوائق زي ما تصورت وأنا حتى أثبت نفسي كان لازم أتحدى الواقع حتى فيه فوق المتوقع فكان إذا فيه صب الساعة 12 لازم أحضر هاي الصب إذا فيه ثقالة وبدأ أطلع على ارتفاع 10 متر لفوق أطلع على الثقالة إذا بدي أشيك على إشي ما أعدمد على المراقب أطلع أنا شخصيا I always have the feeling that I cannot make a mistake I mean I can see some architects around me who did some buildings were uninteresting or who had major flaws or something like that but this didn't affect their career in a way I have the feeling that if ever I do a mistake or something happens on one of my buildings or anything I will surely be dismissed from the market I feel I cannot afford to make a mistake because then they would say you see she's a woman you cannot trust her you cannot give her work بسبب طريقة ما تربت الأمرأة في العالم العربي فأعطاها مسؤوليات بتختلف أو صفات حتى وقناعات تختلف عن الرجل اللي بخليها تشعر هي أنه يمكن هي بتتحط جهد أكبر تتثبت حالها بدها تتميز بتتحط ساعات مضاعفة فهذا له علاقة بطريقة التربية ولكن بعد مرحلة معينة وخاصة إذا لما المرحلة اللي بنوصل فيها للتميز من خبرتي من إيش صار معي وإيش صار مع زميلاتي بالشغل في هذا المرحلة أو العتبة إذا بتحب نسميها ما تنتهي كل هاي الأمور تختفي وحتى النساء يبدعوا حقيقة المجتمع كله بده يتغير يعني أنت ما بتقدر تكون أنه أنت بتوصل الأولاد على المدرسة وإنت بتطبخه وإنت بتدير بالك على حمادك وإنت بتعمل شغل البيت وإنت بتعمل الزيارات وبتجيب الهدايا وكله بدك تكون معمارية بينما الرجال فاضي لمكتبه طب إذا الرجال ما ساعد في البيت وما ساعد بالولاد وما ساعد كيف المرأة يعني أنا كثير أمرار بقول للأسف تحرر المرأة معنات وصار عندها وظيفتين بتعمل كل الشغل اللي كانت تعمله سابقاً بالإضافة للشغل الجديد على الرغم يعني بالآخر من التحديات اللي احنا منواجهها بحب إنه أركز إنه هي تحديات وهذا لا يعني إنه إحنا ما منقدر نتغلب عليها ترجمة نانسي قنقر